الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد مجلس آخر نتدارس فيه حديثاً مما أورده الإمام البخاري في كتاب البيوع حسب ما ورد في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه خير الجزاء وكذلك جزاء إمة الإسلام وعلماءه ولعلنا نقرأ حديثاً من أحاديث هذا الكتاب فليتفضل القادة بارك الله فيه مشكوراً الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في جبل حتى أولوا المبيت إلى غار فدخلوه فانحطت على فم الغار صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فسدت عليهم الغار قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فإنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا الصدق وأن تدعوا الله بصالح أعمالكم فانظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم فليدعوا كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا وليس بيت صغار فكنت أخرج فأرعى عليهم ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني ثم أسقي الصبية وأهلي ومرأتي فاحتبست ليلة فنآ بي في طلب الشجر يوما ولم آتي حتى أمسيت فلم أرح عليهما حتى ناما فجئت فإذا هما نائمان فحلبت لهما غبوقهما حتى كنت أحلب فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا قال فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر فلبثت والقدح على يدي أنتظر استقاضهما فقمت عند رؤوسهما والصبية يتضاعون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مما نحن فيه من هذه الصخرة فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم شيئا لا يستطيعون الخروج فراه السماء وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بناتي عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها عشرين ومئة دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت فلما قعدت بين رجليها وقدرت عليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فقمت وتركتها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة مما نحن فيه قال ففرج عنهم الثلثين غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد استأجرته بفرق من ذرا فلما قضى عمله قال أعطني حقي فأعطيته وعرضت عليه فرغب عنه وأبى ذلك أن يأخذ فترك الذي له وذهب فثمرت أجره وعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها حتى كثرت منه الأموال ثم جاءني بعد حين فقال اتق الله يا عبد الله أدي إلي أجري وأعطني وأعطني حقي فقلت كل ما ترى من أجلك من الإبير والبقر والغنم والرقيق انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي يا عبد الله لا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك فإنها من ذلك الفرق فخذ فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ابتغاء وجهك ففرج عن ما نحن فيه فكشف عنهم فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في كتاب البيوع للحديث عن بيع الفضولي وهو الذي يبيع مالا مملوكا لغيره فإذا رضي الفضولي بالبيع ولم يعترض عليه فهل يعتبر البيع صحيحا بإجازة المالك أو لا يعتبر صحيحا فإن الرجل الثالث قد أخذ الأجرة المستحقة لهذا العامل فقام بالتصرف بها زرعها أولا ثم اشترى أموالا من الغنم والبقر والإبل والرقيق فهذا تصرف منه بدون إذن المالك ولم يذكر هنا أن المالك اعترض بل رضي بدلالة أنه استاقه فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكصة ولم يعترض على هذا دل هذا على إجازة المالك لتصرف الفضولي وأنها تصحح تصرفه وقوله هنا خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون فيه ذكر قصص الأمم السابقة وذكر الحوادث والوقاع التي تقع عند الناس شرطي أن يكون فيها بيان لي ما يعرض عنه في تلك القصص مما يحتاج إلى حكم شرعي وفي الحديث جواز الأسفار من الجماعة وفيه جواز السفر في أوقات الأمطار وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو يعرف بحديث الغار قال فدخلوا في جبل حتى آووا المبيت إلى غار فيه جواز الأيواء إلى الجبال والتحص بما فيها من غار وفي قوله فانحطت على فم الغار صخرة من الجبل بسبب هذه الأمطار فانطبقت عليهم فسدت عليهم الغار قال فقال بعضهم لبعض يعني تشاوروا وفي هذا مشروعية استحباب الاستشارة فيما يعرض للناس من مشاكل فقال بعضهم لبعض أدعو الله فيه مشروعية الدعاء وتأكده عند حلول المصائب وقوله بأفضل عمل عملتموه فيه التوسل لله جل وعلا بالأعمال الصالحة توسل هذا عبادة ولا بد أن يكون لأي توسل أصل في الكتاب والسنة ومما ورد التوسل به التوسل بأسماء الله وصفاته كما قال تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاهُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ومن أنواعي التوسل التوسل بالعمل الصالح كما ذكرى هنا حينما قال ادعو الله بأفضل عمل عملتموه ويدل عليه آيات في القرآن من مثل قوله جل وعلا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ بِإِيمَانِهِمْ قال تعالى الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَتَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ بِعَمَلِهِمْ واعتقادهم فهذا من الأمور الجائزة لا حرج فيها وأما التوسل إلى الله بما لم يرد الشرع التوسل به فنقول هذا مخالف للشرع التوسل عبادة ولا يصح لنا أن نعبد الله إلا بعبادة وردت في الشرع قوله هنا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا الصدق فيه فضيلة الصدق وأنه نجات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا تأكد الدعاء والتوسل له بما أقدم عليه الإنسان من أعمال صالحة وفي هذا الحديث دعاء الناس فرادا فإن كل واحد منهم دعاه وحده ولم يشتركوا فيه الدعاء قوله فقال أحدهم اللهم يعني يا الله إني كان لي أبوان يعني أب وأم شيخان كبيران يعني في السن وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي يعني أحضر اللبن من أجل أن يتغذوا بشربه قال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولد يعني لا أسمح ولا آذن لأحد بأن يشرب من اللبن قبل والديه قال ولي صبية صغار فكنت أخرج فأرعى عليهم يعني أرعى الأغنام من أجل أن أعود بمال أستطيع به النفقة عليهم قال ثم أجيء فأحلب يعني يحلب لوالديه وليأهل بيته قال فأجي بالحلاب فآتي به أبوي يبدأ بأبويه فيشربان قال فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني ثم أسقي الصبية وأهلي ومرأتي وفيه سعي الإنسان في نفقة قرابته من أولاده وأهله وزوجاته قوله فاحتبست ليلة يعني جاءني ما يؤخر مجيئي إلى والدي فنأى أي بعد بي في طلب الشجر يوما أصبحت أبحث عن شجرة لأرعي قال ولذلك تأخرت ولم آت حتى أمسيت يعني بعد دخول الليل وحينئذ وجد أبويه نائمين فلم أروح عليهما يعني لم أصل إليهما إلا وقد ناما فجئت فإذا هما نائمان فحلبت لهما غبوقهما يعني مقدار الإناء من حليبي الإبل كما كنت أحلب أي كما هي عادتي في ذلك وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو ما لا لأنه على طريقته أول من يبدأ به هم الأبوان فهم المقدمان وهما لهما صفوة اللبن قال فكرهت أن أوقظهما أي أن أجعلهما يستيقظان لشربه وكرهت أن أدعهما أي أتركهما وأجعل الصبية يشربون هذا الحلاب قال فيستكن لشربتهما يعني أنه ادخر اللبن لأبويه من أجل أن يتمكن من شرب هذا اللبن قال فلم أزل أنتظر يعني استيقاظ أبويه فلبثت والقدح على يدي يعني طولت في المدة أنتظر استيقاظهما فقمت عند رؤوسهما يعني عند رأس والديه والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر فاستيقظ فشربا غبوقهما يعني الوالدين اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك يعني لا أريد ريان ولا سمعة ولا ثناء ولا جزاء دنيويا ففرج عنا مما نحن فيه من هذه الصخرة دعا الله بهذا الدعوة وقد دعا أن يفرج لهم فرجة يرون منها السماء ففرج الله عنهم شيئا لا يستطيعون الخروج معه فرأوا السماء ولا يجدون في السماء إلا السحاب قال الثاني داعين الله ببعض عمله الصالح اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب إمرأة من بنات عمي يعني يميل قلبه إليها كأشد ما يحب الرجل النساء فأردتها على نفسها أي أرد أن يجامعها فامتنعت مني خافت الله حتى ألمت بها سنة يعني قحط شديد احتاجت معه فجاءتني يعني أتت إلى هذا الرجل فقالت لا تنال ذلك يعني ما طلبته مني من قضاء وطرك معي حتى تعطيها عشرين ومئة دينار تضطرت لذلك لحاجتها قال فسعيت فيها يعني بدأت أعمل وأجتهد قال فسعيت فيها حتى جمعتها المئة وعشرين دينار من الذهب قال فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها يعني يفعل بها ففعلت المرأة قال الرجل فلما قعدت بين رجليها وقدرت عليها يعني على جماعها قالت يا عبدالله نادته وقالت اتق الله لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه يعني خوفته من الله في كونها تجامع من قبله بما يفض بكارتها قال الرجل فتحرجت أي خشيت من الإثم إن وقعت عليها فقمت وتركتها ولم يفعل ما كان يريده منها لما خوفته من الله جل وعلا وفي هذا دلالة على مشروعية تخويف من يريد فعل المنكر من الله جل وعلا بأن يحذر من عقوبته الدنيوية والأخروية وفي الحديث مشروعية استغناء الإنسان بالمكاسب الحلال وفي الحديث بعد الرجل عن النساء الأجنبيات لأن لا يوجد في قلبه ميل لهن قال الرجل فقمت وتركتها وفي هذا فضيلة العفة الأول فيه فضيلة بر الوالدين وهذا فيه فضيلة العفة فيه دلالة على إجابة الله لدعوات أهل العفاف ولدعوات أهل بر الوالدين قال الرجل فانصرفت عنها وهي حب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها وفي هذا سعي الإنسان إلى إبعاد الفقر عنه وعن من حوله من أجل أن لا يجعلهم ما هم فيه من حاجة يقدمون على المعصية والمخالفة قال مخاطب الرب اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغى وجهك فافرج عنا فرجة مما نحن فيه وفي هذا مناجأة رب العالمين والتوسل إليه بالعفة والعفافة وفي هذا فضيلة حسن المقصد والنية بأن يبتغي الإنسان بأعماله وجه الله تعالى وفي هذا قوله ففرج عنهم الثلثين غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أني استجرت أجراء في هذا جواز عقد الإيجارة وجواز عقد الأجير الخاص والعام قال فأعطيتهم أجرهم سلمت كل واحد من هؤلاء الأجراء ما له من الأجراء وفيه وجوب تسليم الأجرة للعاملين بعد إنجازهم للعمل قال فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد استأجرته بفرق من ذرة الذرة نبات يكون فيه حبوب وفي هذا جواز استئجار الرجل على طعام بطنه وجواز استئجار الرجل بالقليل من الطعام قال فلما قضى عمله يعني انتهى العمل الذي استؤجر هذا الأجير من أجره قال أعطني حقي يقوله الأجير للسيد قال فأعطيته يعني فرق الذرة وعرضت عليه فرغب عنه لم يرى أنه على وزان ما أده من العمل قال وَأَبَى ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذِ أي رفض رفضا جازما أن يأخذ حقه قال فأعطيته وعرضت عليه فرغب عنه لم يرد وَأَبَى ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذِ فيه جواز ترك الأجير للأجرة التي له قال فترك الذي له وذهب والذي له كما تقدم شيء يسير من طعام السمسم أو نحوه قال فثمرت أجر يعني اشتغلت فيه بالبيع والشراء في هذا دليل على جواز تصرف الإنسان أو على أن المالك إذا أجاز تصرفات الأجير أو تصرفات العامل غير المالك فإن هذا الإذن جائز ويدل على صحة التعامل قال فثمرت أجره فعمدت يعني قصت إلى ذلك الفرق الفرق قرابة الثلاثمائة ساع فزرعته أي جعلته بدرا وبدرته في التراب وزرعته فحينئذ بدأ يتنمى هذا الأجر الذي لذلك العامل الذي تركه قال حتى اشتريت منه بقرا وراعيها حتى كثرت منه الأموال قال ثم جاءني بعد حين يعني أن العامل جاء إلى المستاجر رب العمل فقال العامل اتق الله يا عبد الله يريد منها أن يسلم له حقه من الأجرة ولذا قال أدي إلي أجري أي أعطني الأجرة وأعطني حقي فحينئذ بين له أنه اشتغل في المال وأنه نماه وأن جميع ما يوجد يعتبر ملكا لذلك الأجير فلذا قال كل ما ترى من أجلك أي وهو ثمرت مالك الذي لم أقم بسدادك منه من الإبل والبقر والغنم والرقيق انطلق إلى تلك البقر وراعيها و فإنها لك يعني هذا من جنس أمواله فقال الأجير أتستهزئ بي هل تتندر علي يا عبد الله لا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك فإنها من ذلك الفرق يعني جميع هذه الإبل والبقر والغنم والرقيق أصلها ذلك الفرق فحينئذ قال له فخذ فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فيه فضيلة الخشية من الله وفيه إفراد الله بالسؤال وفيه إجابة دعوة من دعا في حال الاضطرار قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ابتغى وجهك يعني بنية خالصة فافرج عنا ما نحن فيه قال فكشف عنهم فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون فهذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة وأحكام متعددة أشرت إلى شيء منها بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين أصلح الله قلوبنا وهدانا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو كما نسله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يجزيه ما عنا خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اشتركوا في القناة